لشيء يقولي أنه طالما بنت هتكتب أغنية وده شيء نظر في البلد شوية لأن الموضوع يبدو كده ذكوري طالما بنت هتكتب أغنية هتكتب أغنيات كلها رومانسية ولزازة وحبه وحزنه وحاجاته وبتاعه بس الموضوع مش في حتة تانية خالص منا فجأة بدأت تتميز في أهم الأهاني الشعبية اللي كسرت الدنيا إيه اللي وداك للشعب يا منا؟ إيه اللي حصل؟ أنا مش عارفة يعني هو هو انترست أنا من الأول بحب جداً أسمع الجانر ده من زمان بيشدني بيشد ودني بجد من وانا صغيرة يعني عصرته جميع بقى الحاجات يعني أنت بتكلم من الأول بقى سيد درويش الشيخ إمام عايزة بي ده كواس إنه إنتي قلت ده لأ إن فيه ناس كتير عندها كونفيوجين في فكرة ما هو الشعبي يعني هل سيد درويش؟ أغنية شعبية؟ ما هو ما هو ده اللي أنا بقوق في الشعبي اللي هو الشعبي وفيه المصري اللي هي لغة الشارع وده اللي أنا بعتبر نفسي أكتر بعمله يعني أنا بعتبر نفسي أنا بعمل بعمل الشعبي شعبي بس هو الشعبي مش حاجة واحدة يعني أنت النهارده عندك الشعبي ده أممكن تديني أمثل عشان الناس تعرف يعني قولي ده ده إيه وده إيه؟ يعني فيه الشعبي اللي هو الفولكلور فهم قصدي؟ فيه الشعبي اللي هو إيه الشعبي الفولكلور زي أغنية إيه؟ إيه أغاني فولكلور عندنا؟ طب أقول معايا يعني مفيش حاجة حضراني دلوقت يعني مثلاً مقصود بيها مثلاً يعني مثلاً لو أنا أدتك أسماء ناس مثلاً أمانا عيمة أمانا عيمة مثلاً يا فيه أقدم طبعاً وأشهر كمان بس قصدي ده ممكن ممكن نعتبره فولكلوري شوية بس فيه أكتر بس أنا مفيش حاجة حضرة في ذهني دلوقت ده ممكن نقول عليه شعبي شعبي مش حاجة يعني ده أدوية عطابة إيها؟ شعبي طبعاً ده شعبي طبعاً بس ياصل شعبي وصلنا في شعبي مصري ولا شعبي رحفين؟ آه شعبي مصري شعبي مصري بس فيه كمان اللي هو المصري بقى مش بتاع استخدام مصري يعني المصري اللي هو زي مثلاً لما تسمع أغنية البهاق سلطان ده نوع تاني من الشعبي شرين لما قالت آية ليل ده شعبي عبدالباصط لما بيغني عبدالباصط بيعمل المصري وبيعمل الشعبي شعبي يعني يغني ساعات تحسه في حتة عدوية ويغني ساعات تحسه في حتة اللي هو المصري اللي أقرب للبوب أو ممزوج بالبوب فهم قصدي هو في الفترة الأخيرة تميز جداً أعمل حاجة مختلفة خالص ها نتكلم بقى على حاجة بس يعني قصدي طب إيه مش هدك للشعبي برضو ما أنا ما فهمش يعني إيه إيه إنتي بتحبيه بس فبدأت تكتبيه ولا هو فيه مينتاليتي معينة محتاجة عشان أكتب شعبي لازم أكون ملم يعني برضو في الآخر أنا بفكر بس تخليني أفكر يعني إيه دي البنوتة بتكتب إيه إيه خلاها تروح للشعبي ده محتاج واحد حرش يعني إزاي أنتي قدرتي تطلعي منه ده هي انترست زي ما فيه ناس بتحب الأفلام الأكشن زي ما فيه ناس بتحب الثريلرز دوكيومنتريز يعني هو فيه كل بني إيه دم بتلاقي عنده جنر كده بيحبه أنا طول عمري كل ما هو ليه علاقة بالأوريانتل الشرقي أنا بتشدله رأس أفلام لبس ديكور على فكرة يعني ده زوئي بشكل عام وهل أول أغنية ليكي ضربت بدأت تعمل حالة كانت شعبي؟ كانت هي آه كانت أغنية إيه؟ يا دون يعلمينا تعلميش علينا مع حسن دي كسماته أول يعني أغنية علمت مع الناس بشكل جامل جدا دي كانت أول أغنية أتعلم معها جدا وكان حظي فيها طبعا الحمد لله حلو ويمكن اللي سعيدني فيها برضو أني خدت المساحة أن أنا ألعب وتشاء وأقول براحتي لأني مش خايفة مش عاملة حساب حاجة أنا بجرب تجربة ومش مفيش جمهور لسه مفيش حد عارفني مفيش حد عامل علي ضغط مش حطة في دماغي أني ده هاخده ككارير أنا بجرب حاجة يعني تجربة بالنسبة لي حاجة هتنجح هتنجح مش هتنجح مش حطة في دماغي أصلا أن هي هتنجح أن ده ما كنتش حطاه بس عايزة أقول لك حاجة على موضوع الأغاني الرومانسي يعني حاجة مضحكة أنا مش فكرة أن أنا كنت بكتب شعبي أنا ما كنتش بعرف أكتب رومانسي يعني مش فكرة أن أنا ميالة للشعبي أكتر أنا بجد ما كنتش بعرف أكتبه الجنر الرومانس ده تنصعبة جدا بالنسبة لي إيه الصعوبة في الجنر الرومانس في الكتابة أصعب برضو كده في السينما في مناسبة لك كتابة المشهد الرومانسي اللي هو التنس لطيف ما بين اتنين ده أصعب كتير من جملة أكشن لذيذة كده في النص علشان لأ لأ عشان تتحب أو تضحك بشكل مش مبتزل حاجة صعبة جدا طبعا جدا عشان تحب بطريقة صادقة بس في نفس الوقت مختلفة بس رومانسي كان محجر معك كان محجر جدا لحد بقى لحظة مهمة في كاريري لحد ما انت عارف كل شاعر بيبقى عنده بيشتغل مع كل الناس بيبقى عنده كامستري الزيادة شوية مع حد أنا لحد ما تعرفت على الملحن إيهاب عبدالواحد دي كانت اللحظة البوب طلع بقى البوب بقى عايزة أقولك إحنا طلعنا سايدز في بعض يعني أنا طلعت معاه السايد الشعبي وهو طلع مني السايد اللي هو البوب والرومانس بقى فيه البالنس ده يعني بقينا بنشتغل أزقتيم أكتر من أي حاجة ودي كانت اللحظة اللي أنا بتديت أتعلم فيها مش بس فكرة أتعلم ابتديت أخد من ساحة شوية أني أسمع اللحن يمكن أقرب لشخصيتي أكتر أبتدي أنا أشوف أكتب الكلام بقيت بكتب على اللحن ترجمة نانسي قنقر